23 لاعب في قائمة منطقة مصر لمواجهة السنغال كلهم رجالة كلهم إن شاء الله بقائمة الشرف للمنديا القائمة من وجهة نظر حضرتك شفتها منطقية وطبيعية لهذه المواجهة جدا جدا لأن أنا كنت عارف وانا تسألت قلت لهم مش هيقدر ياخد حد جديد يمكن الوحيد الجديد دونجا ودونجا لاعب قبل كده وما كان مهند وعمر جابر شوية برضه ما كانتش معاه بس عمر لعيب دولي من زمان يعني وقفش العيب دولي وياسر البريم كان بيخش منتخبات لا دول عيبة دولية إنه ما قدرش أجيب مثلا زي ما جبت أحمد ياسين مثلا دخلته مرة واحدة صعب في الموطش ده بالزداد نينفعش بتعال مثلا إن أحمد عبدالعاد الكريم مفودي يخش أحمد عبدالعاد كمفروض وشريف مفروض بس خلاص لا بقوا على نفس اللي أحراك قلتوا إنه الوقت الدايق ده ما يقدرش بس عبدالعاد لسه عنده تجربة دولية أولى ينفعش في الوقت الدايق بالزداد كان أحمد رفعت كان ممكن بس أنا بقول للعيبة دي شريف ورفع والعيبة اللي هي أحمد عاطف زي ما قلتلك قبل كده أحمد عاطف مواجم رائع جدا أصبروا الفترة اللي جاية ليكم وبالزداد بقولي للشريف أنت بتلعب أكبر نادي في أفريقيا فأنا من وجهة ناظر يا شريف أنه أنت ما تروحش تقعد احتياطي وما تلعبش وتنهار نفسيا تاني وترجع ناديك الدنيا بايزة معك زي أفكر أنت قاعد مضيشين ثلاثة لما جميلت فلا بس أنا بقول له أنت لعيب كبير والفترة الجاية هبقى ليك دور ولعيبة كلها دي هتبقى ليها دور طيب محمد شريف ما فيش خلاف ده ما يختلف فالله حالك هتختلف فالله أحد يختلف إن هو مواجم كبير ومواجم مميز ليه كاروس كروش ما بيشوفوش في الأدوار اللي بيحب كاروس كروش يحطها في المواجم وأكيد عدم اختيار محمد شريف ده لأسباب فنية إنه الراجل إنه مهدب لا أكيد ما عندهش مشكلة وأكيد هو مش مواجم صغير هو مواجم محترم مهدف طبعا بس أكيد الشكل الفني في اللعب بتاع كله كروش مش محتاج فيه محمد شريف ليه بقى؟ أقولك ليه كروش من المدرسة بتاعة الفرويد البوكس اللي قال في الثامنة عشر ما بيخرجش كتير ولو إنه بيخلي مصطفى محمد ينزل يدافع لغاية نص الملعب في أوقات كتيرة ولكن هو ليه ستايل معين في الأجانب كده الأجانب لما يكتنع بحد والله لو عمل إيه يعني هو دخل أفشا عشان ما فيش عبدالله السعيد عشان لو لعب ربع ساعة تلت ساعة في المباراة بتحت الفرويد يبقى دور أفشا لأن كان قابليه عبدالله شريف هو الراجل مكتنع بمروان وأنا بتمنى المروان ربنا يكره اللي وفقه مكتنع بالسطيل بتاع مصطفى بتاع مروان كده إنما شريف ما يزعلش هي مسألة وجهة نظر طيب أنا أقول لأحراك أنا طبعا أول ما جاءت القايمة حاولت أسأل عن الأسباب كلها الأسئلة اللي عند الناس كلها ليه مش أحمد عبدالعادر ليه مش أحمد رفعت ليه محمد شريف برا بس أنت قلت صح أحمد عبدالعادر مش حمل المطش دلوقتي ليه مثلا أفشا ده خلو ما كانش بيخش قبل كده حراك جوابت على قصة الأفشي هو دي الإجابة اللي خدتها من هناك دايما الراجل عايز في القايمة بتاعته صانع على العاج بس أنت في وقت ربع ساعة فكان مع عبدالله يدخل الأفشي سلما أسألت على شريف عشان برضو هي نقطة مهمة والشريف بيسجل بقاله فترة مع الناجي الأهلي ورجع تاني المستوى يتقل إنه مصطفى محمد ومنا الحمدي بيعمله للراجل عايز وراجل عايز إيه بقى راجل عايز المهاجم اللي ينزل يضغط مثلا على اللعب الوسط المدافع في الفرقة المنافسة اللي هو رقم 6 صح ويبقى الضغط بتاعه وضغط قوي مش لعب بيجري أو لعب هدف أو لعب بيسجل كويس عايز اللعب اللي بيعرف يلتحم في القرات الهوائية بشكل كويس ومصطفى ومرعون بيعرفوا يعملوا ده كويس شريف ما بيلتحمش محمد شريف عنه قدرات مختلفة بس مش قدرات اللي الراجل عايزها عايزها كالله سكروش هو مش بيشغل فرقة كلها للمهاجم الصريح وممكن شغل فرقة كلها للمحمد الصلاح لمرموش بما في ذلك المهاجم الصريح يشتغل للمحمد الصلاح فهو مش عايزه أصلا المهاجم الهداف على قد ما عايز طبعا لو المهاجم يسجل ياخد بس عايز منه أدوار تكتكاة وفنية مصطفى بينزل يدافع لغاية البكريت وغاية رقم 6 فعلا يعني بحيس ان مصطفى بيهلك هو راجل وجه تنزره كده هو معينة ستايل معين شكله معين هو عارف ان الناس دي ستايل معين هو من الاول خالص ما خدش يطرح حامد ليه قالك طارق بيلتحم جامد بياخد انزرات بتنرفز مش عارف ايه 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 فيه متربين تانية انا طارق يا حامد نمر واحد عندي ايه تنرفز بقى ياخد لميل الليلة في نص الملعب خلات نظر اه خل النقطة الفناية دي انا بقى لشوات الكواليس ليه برضو مش طارق حامد انا بدي كده يعني قالك انه هو عايز يلعب بالتلاتة الف النص دول اللي هما بيبقى واحد ستة واثنين تمانيتين انه يحصل بينهم روتيشن طول الوقت في المباراة يعني لقم ستة يبقى تمانية وتمانية يبقى ستة اه يعني انه يخش مكان السلاية والسلاية يجي التلاتة اللي موجودين حامد فتح وعمل السلاية وانه انه ممكن يليبه ستة وتمانية لكن طارق ستة بس ما يلمش تمانية عشان كده عبدالله سعيد لما لعبه مرة تمانية ما نفعش معاه ما اجربوش تاني ليه ما نفعش معاه عشان عبدالله مش يعمل ستة لا مش عمل امام نفع معاه عشان بيعمل ستة بيعمل ستة وتمانية بالزبط كده فانت لما تخش في عقل الراجل وشغله الفني ترتاح لما تقول انه اللعب ده مش موجود عشان الراجل عايز حاجة معينة مش عشان زيما الناس بتقول اصله كشر اصله لا 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 الاجاني ما عندهمش الحتة دي بالزبط اجنابي لو مقتنى بواحد والله لو عمل ايه هلعبه هلعبه لو مش بيحبه هلعبه صحيح فهو شايف صفات معينة وقلم يعني يعني هو ما خدش محمد هاني خد عمر جابر محمد هاني عشان الاصابة عشان الاصابة محمد هاني الخير الاول ليه ايه كان الخير بس اتصاب من الاسف انا مبسوط انه هو خد عمر جابر عمر خبرة وبيعرف اه طبعا عمر كمال اللي هيبتدي ان شاء الله لانه نجلو في الملعب ومعنو رجلو في الملعب وخد الخبرة خلاص وبارجله واسع لأ وليه ادوار حلوة يعني بيدفع كويس وبيهاجم كويس لما انا فرحان بعودة عمر جابر اتمنى له التوفيق يعني ان شاء الله اه الباكات ليفت فتوح اه وايمن اشرف موجود برضو في حتة الباك ليفت دي اه بيمكن حجازي هيعوضوا الوينش وعب منعم ومعه محمود علاء وياسر ابراهيم وياسر اه ياسر دلوق ماشي كويس او معناد الاهلي صحيح اه ياسر كمان كان فيه افضلية بينه بين علي جابر واحمد سامش بس الراجل مال لياسر ابراهيم عشان مشاركته في كاس العامل عندية وفي افريقيا واحتكاكات اللي بيلعب فيه كان افريقيا عشان لعيبت بيرا منزل كلام تلعب في افريقيا بس كاس العامل عندية هو اللي خلى ياسر ابراهيم ياخد درجة درجتين زيادة عنه والله بص خلينا برضو واقعيين يعني اللي بره واللي جوه بكلهم شابعب ايوه يعني مفيش حد فارق ايوه يعني واحد او اتنين اللي فارقين في منطقة صلاح تريزيكيه باقي كله لعيبة جمدة بس محدش فارق عن التاني يعني انا دخلت علي جابر مكان ياسر عادي صحيح لو دخلت محمود علاء ما حطيتوش دخلت احمد سام بس احمد سام عشان ممكن ما بيلعبش منتقبات كتير برضو مش هيبان فارق يعني اللي خل حمد ياسين يلعب ويكسر الدنيا دي ميزة اللي خل حسين بتاع سموح اللي كان في الزمالك حسين فيصل حسين فيصل برضو لعب يعني انا بقول للناس دي كلها دوركوا ان شاء الله بعد كاس العالم ان شاء الله هنوصل مع التصفيات مع التصفيات الجديدة لان هو ان شاء الله هنوصل التيم ده كله ومعه حجازي ومعه اتنين كمان ممكن ريفعة ممكن رمضان اكرم ان شاء الله يرجع كل دولة انما انا بقول للناس دي كلها القاعدة اللي فتحها لنا كيروش دي لا دوركوا في التصفيات ان شاء الله ودوركوا مع متخب مصر الفترة الجاية احسن مجدد ترجمة نانسي قنقر